بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سامارة محمد جواد مدرسة وغل انجليزية في ثانوة الأقصى الاهلية البنين اليوم إن شاء الله المحاضرة الأخيرة الصف الثالث متوسط فصل الدراسي الأول فصل الثالث الدرس التاسع بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah we will start Good morning or good evening whenever you watch this video I'm your English teacher سامارة محمد جواد Today we have the last lecture Four Third Intermediate First Term Unit 3 Lesson 9 The title is Roundup مراجعة So pay attention please Unit 3 Lesson 9 الوحدة الثالثة في الدرس التاسع هو عبارة عن Roundup Roundup يعني المراجعة فعدنا صفحة 45, 46 و 47 في كتاب النشاط أن تمارين هذه عبارة عن مراجعة للUnit مراجعة للفصل الثالث So let's start صفحة 45 كتاب النشاط Exercise A Complete the phrases أكمل العبارات and sentences والجمل with words مع كلمات from the box من هذا المنحن المغلق عندي afraid بمعنى خائف million بمعنى مليون Habitants مواطن أو بيئات hotter لدرجة المقارنة للhot بمعنى أحر Mind هناك في حالة الverb بمعنى يمانع Wild بمعنى بري Neither تستعمل في حالة الموافقة في حالة النفي فعندي أول واحدة The first one I don't mind أنا لا أمانع Second I am not afraid Third Animal Habitants Four Wild Animals Five Neither Do I Six Six Million People Seven And the last one It's getting hotter فهذه عبارة عن معاني كلمة وتكمل الجمل أو العبارات اللي موجودة بناء على المعاني مالتها فإحنا لازم نعرف معانيها هذه مرت علينا في الفصل الثالث كلها شارحيها كل واحدة بدرسها ننتقل للتمرين اللي بعده Exercise B صبح 46 Write the words اكتب الكلمات that match the definitions أدي هنا تعاريف الكلمات اللي لح تكتب في هذه الفراغات املاءا ومعنى لازم تحفظها The first one A bird that hunts طير الذي يصيد and kills ويقتل other birds اللي هو predator مفترس The opposite of safe عكس كلمة safe بمعنى آمن عكسها dangerous خطير number three sit and travel يجلس ويسافر on على a horse or camel على فرسن أو جمل هو ride number four the fastest bird in the world is a falcon number five rise and wet for example كمثال ل croups المحاصل زراية number six people who are not children الأشخاص الذين هم ليسوا أطفال adults adults بمعنى بالغين أن الكلمات predator dangerous falcon croups هيا كلها موجودة في الدروس السابقة بينما معلومة sit and travel بمعنى يجلس ويسافر على ظهر حصان أو جمل هذه ما موجودة في التمارين السابقة وعندي people who are not children الأشخاص الذين هم ليسوا أطفال adults بمعنى بالغين هذه ما موجودة في الدروس السابقة so pay attention ذلك انتبه رجعا ننتقل للتمرين اللي بعده exercise c تمارين c صبح 46 من كتاب النشاط choose اختر a b c or d اختر أي من هاي الخيارات to complete each sentence لإكمال كل جملة من هاي الجملة the first one which is the fastest living things est st درجة تفضيل فلازم موجود كلمة the number two the bedouin البدو used their falcons to catch food يستعملون سقورهم للإمساك بالطعام number three what will happen ماذا سوف يحدث if this change continues مفرد فأخذت s شخص ثالث number four if there was a spider إذا كان هناك أنكبوتا in the room في الغرفة I would put it outside number five what would happen ما الذي سوف يحدث فيما لو if there were fewer snakes إذا كان هناك ثعابين أقل fewer بمعنى أقل six حلة is greener than it used to be الحلة منطقة الحلة is greener هي أكثر أخضرارا than it used to be مما كانت عليه في السابق seven many animals are useful to us many animals الكثير من الحيوانات are useful مفيدة to us لنا فعندي في هذا التمرين واحدة يراجع لك كذا موضوع أولا راجع لك موضوع التفضيل ثانيا راجع موضوع الضمائر ثالثا if close في حالة الأولى رابعا if close في الحالة الثانية بالماضي خامسا همينا if close في حالة الماضي ولكن في حالة سؤال سادسا مقارنة باستعمال used to سابعا موضوع الضمائر هيا كلها هنا شرحناها بالصف واخذنا الوزاريات مالتها ننتقل للتمرين اللي بعده اكسرسايز دي صفحة 47 complete each sentence so that it means the same as sentence a يعني معناتها عندي جملتين a و b ال a هي معطات بالكامل ال b لازم احنا نكملها وتكون لازم same meaning شنو same meaning يعني المعنى نفسه ولكن بطريقة أخرى there would be more insects if there were no spiders فعندي هنا قدم لي عبارة الف اللي هي فعل الشرط على جواب الشرط فنسويها if there were no spiders فارز ما أنساها there would be more insects كلمة insects أخذناها من الفصل الأول وترددت علينا لحد هذا الفصل insects بمعنى حشرات number two جملة ثانية the number of bears has gone up عدد الطيور has gone up بمعنى يرتفع نعنى عندي مضارع تم has gone فعدنا جملة ثانية there are more bears هنالك طيور أكثر if the government makes protected areas protected areas اللي هي safe areas اللي هي المحميات هذه أخذناها بقطعة كتاب الفاركونس السقور number three a mouse is not as big as a rat mouse اللي هو الفر صغير الحجم والرات اللي هو الجرد كبير الحجم مقارنة باستخدام as-as ونعطيني كلمة الرات بعدي لياها يعني أكس المقارنين فلازم آنش يسوي أعكس الصفة a rat is smaller than a mouse or a rat is not as small as a mouse يا أما نكتب باستخدام ال-er than a rat is smaller than a mouse الرات هو أزغر حجما من الماوس أو باستخدام as-as مع عكس الصفة a rat is not as small as a mouse الرات الجرد هو ليس بصغر الفقر number four falcons eat small animals and birds جملة ثانية small animals and birds يعني ما ناته جاب المفعول به في مقدمة الكلام إذن هنانا حتعمل مع المبني المنشول small animals and birds are eaten by falcons ليش are؟ ليش مؤز؟ لأنه هذه كلها جمع birds و small animals are حولنا بالفعل eat إلى past participle تصفة ثالث الفعل eaten by falcons number five where can you find wild flamingos؟ لاحظ بأنه بداليها بالwhere ونهاها بعلامة السؤال فهنا آي رح أسوي سؤال ثاني بس بغير طريقة where can wild flamingos be found نانا أني سويت حولتها إلى مبني المجهول فالسؤال وها موجودة بتمارين المبني المجهول بسؤال التوصيلات where can wild flamingos be found؟ أين ممكن أن تتواجد؟ وعلامة السؤال ما نساهل أنه بداليها بالwhere أداة استفهم وبهذا ننتهي أزيز الطالب درس المراجعة round up للفصل الثالث unit 3 كانت معكم سامارة محمد جواد your English teacher thank you for your watching bye bye